انطلقت الصباح اليوم الاثنين بالمركز الذولي للمؤتمرات عبدالطيف رحال بأجزائر أشغال الندوة الدولية المخلدة للذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية تحت شعار النكبة جريمة مستمرة والعودة حق بمشاركة أعضاء من الحكومة وشخصيات فلسطينية وممثلين عن مختلف الفصائل الفلسطينية بالإضافة إلى منظمات وطنية وذولية ويتضمن برنامج الندوة التي بذرت بثنظيمها وزارة المجاهدين ودوية الحقوق بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وبمشاركة سفارة دولة فلسطين بأجزائر إلقاء محاضرات لتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني منذ احتلال أرضه وتهويدها والاعتداء على ممتلكاته ومقدساته ورموز هويتها ويسعى المنظمون من خلال هذه الندوة إلى إبراز التواطئ الذولي في قيام الكيان الصهيوني ونكبة فلسطينة وفضح يقول جرائمه في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتأكيد على مواقف جزائر شعبا وحكومة الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة إلى جانب التشديد على ضرورة لما الشمل العربي والفلسطيني لنصرة قضيتها لا نبالغ عندما نقول أن الجزائر شعبا ونخبة ودولة بعد الاستقلال الوطني سنة 1962 كان موقفها الشعبي والرسمي ثابتا في الدفاع المستميت عن الحق المشروع الذي لا يسقط بالتقادم لشعب يكافح في سبيل تحرير وطنه وإقامة دولته وإن هذا الموقف الجزائري مستمد من تجربته الشخصية مع الاستعمار الذي لا يختلف في ظلمه وعدوانه عن جور الاستطان والإبادة وتغيير المعالم الحضارية للشعب وللأمة كما أن المخرجات التاريخية للقمة العربية الحادية والثلاثون وضمن أشغالها برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية وتحت عنوان قوي وتحت عنوان قوي في مبناه ومعناه لم الشمل والتي عززت بقراراتها الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف